اهلا بك مرحب مراهي كابتن حشيش وخليك تستاكمل انت وكابتن بلال لمرسلنا محمد توفيض فضل يا توفيض اهلا بك مرات انا كابتن اسامي بعد فوز النادي الاهلي على حرص الحدود 1-0 واعتلاءه للقمة موقعا لغاية لما معه في نتيجة مباراة الاسماعيلي ووصوله للنقطة 44 بعد المباراة وسعدنا ان يكون معنا كابتن متحطة اسماعي مقاولين عشان امبي كان متساوي معنا في المركز التاني التعادل 2-2 مقاولين عشان امبي كان متساوي معنا في النقاط يعني بنبارك لك على المباراة النهاردة المباراة كانت صعبة وكمان الجو والشور التاني خاصة الهوى اشتاد ودرجة الحرارة بدأت في الانخفاض بشكل ملحوظ يعني نكلمني بشكل عام على المباراة ورائك فيها النهاردة بسم الله الرحمن الرحيم طبعا تحياتي الكابتن اسامي والضيوف اللي معاه الحمد لله رب العالمين الهدف طبعا من ناطش ان احنا ناخد التلاتة بنت الحمد للحق انا بس طبعا انا يعني متدق جدا من الاداء اللي احنا عملنا كنا ممكن احسن من كده بس برضو احنا برضو لنا عذر ان احنا عندنا برضو عدد من الايقافات والاصابات حوالي 3-4 من الاساسيين اللي بيلعبوا على طول معنا مش متواجدين من نهاردة عشان كده استعانت بمغربي من 2001 وعلاق من فرية الالفين فطبعا اثروا علينا اهول مرة مغرب يلعب معنا النهاردة الحمد لله ادى والله مطش كويس فبقولك عندنا كم من الاصابات والايقافات اثر على داء الفريق وظهر بالمستوى اللي انت شايفه ده ثانيا زي ما انت بتقول الجو شوف عامل ازاي جوها واش عارفين نلعب خالص لكن الحمد لله في الاخر مجمل الموضوع احنا دلوقتي بندور على 3 بنت ده الهدف الاساسي بتاعنا الحمد لله وحنا وحشين اتحقق الهدف وده حاجة كويسة وان شاء الله السلبيات اللي كانت موجودة هنحاول نعالجها الفترة اللي جاعة بإذن الله كابت المتحت يعني يمكن هل ازاعة المباراة كتعامل ضغط نفس شو على دي يعني هشافي الولاد زي ما كان كابتن احمد بلاي بقول في السلوة التحليلية من منذ قليل يعني ان الولاد بده اتحرروا مضغوط متأخر شوية هل ده كان عامل ضغط مع ضغط المنفسة زيادة؟ طبيعي طبيعي الولاد لسه صغيرين وكابتن احمد بلال طبعا عارف كل الحاجات دي كويس لعيب كبير ومر بالفترة بتاعت الناشئين دي الفترة لو هو صغير وعارف كويس قوي ان طبعا لما التلفزيون بيزيع الولاد بمضغوطين وقلقانين ففعلا اتحرروا في الشوت تاني بشكل يعني احسن شوية لكن الظروف الجوية مساعدت ناشي ان احنا نعمل اداء كويس وزي ما بقولك ان شاء الله الاداء هنحاول السلبيات اللي موجودة دي نصلحها الفترة اللي جاي بإذن الله الفترة اللي جاي بقى حالك كلمتا عناها شايفها ازاي وشايف المنافسة ازاي في المتبقى من عمره المسابق والله احنا المشكلة ان الفترة اللي فتت لعبنا حوالي 3 مطشط في 10 اهام فالعيبة ارهيقوا جدا ثانيا الانزارات طبعا العدد المطشط ورا بعد فالعيبة بتاخد انزارات ففيه اخافات كتير يعني النهاردة رمضان خد انزار التالت بدون داعي انا مش شايف ان هو عمل حاجة بس خد الانزار التالت مش هيبقى موجود المطش الجاي فالحاجات دي بتأثر علينا بشكل كبير جدا احنا مثبتين التشكيل من مدات الموسم فاي عنصر بتغير بعبل ما بياخد العنصر الجديد بياخد الوقت وقت طول عبل ما يخش مع المجموعة لكن هنحاول الفترة اللي جاي دي ان شاء الله نثبت التشكيل والأمور تبقى احسن بإذن الله شكرا لكابتن انتمنى لكم التوفيق في اللي جاي ان شاء الله شكرا متشكر جدا تحياتي لي كابتن اسامة دك اللي كان لقاءنا مع كابتن متحطة سمعين المدير الفني اللي فاني النادي الاهلي بعد الفوز على حلس حلود بواحد لرشيء يعني عاز اقول لحضرك في اللحظات الكبيرين فيها دي ومداياتها مشهولة تاني ممكن الهوى كان بشكلة اشد شوية عق شوية نقلوا القورة في الملعب يمكن الهوى كمان كان ناحية مرمى النادي الاهلي فده عمل مشكلة عاز اقول لك كمان ان درجة الحرار يعني كدوات ما تزجش عن 7 او 8 درجات مقوية مع تساقط خفيف للامطار